موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أسأله سبحانه أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن لعل اليوم يا أخوة الكرام يكون هو آخر يوم نتكلم فيه عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخذنا منها الدروس والعبار والشيء الكثير الذي نستفيد منه في حياتنا العملية وفي حياتنا الدينية وفي حياتنا وفي ثقافتنا العقدية والفكرية والفقهية وكل ما تحتاج في هذه الدنيا اليوم يا أخوة الكرام سنتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم سنتكلم عن وفاته صلى الله عليه وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة هم بالحج وهذه تسمى حجة الوداع ثم نادى الناس بالحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة وخرج هذه الألوف المؤلفة من البشر كلها تريد أن تحج مع النبي صلواته ربي وسلامه عليه حتى يتأسوا به ويأخذه عنه السنن لأن الحج يا أخوة الكرام كان موجود من قبل في الأمم السالفة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى يصحح بعض الأخطاء أو بعض المفاهيم أو بعض السنن التي كانت موجودة في أذهان الناس وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو غير صحيح فحرص الناس أن يكونوا موجودين في هذه الحجة التي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتعلموا منه لذلك قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني تعلموا مني يشوفون كيف سووا وقلدوني وفعلا جاءت السنة وجاءت الأخبار التي ذكرت لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الدقيق كيف حج ماذا قال أين وقف أين انطلق متى نام متى تحرك في يوم التروية ماذا فعل ثم ذهب إلى مينام ثم انطلق إلى عرفة ومن عرفة عاد إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى الجمارات كل هذه جاءت تفاصيلها بالتمام من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم وكتب السنة المليئة يا أخوة الكرام بأخبار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الغفير من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا وتوافدت القبائل والناس من كل حدب وصوب حتى يقال أن عددهم بلغ أكثر من 124 ألف حاج خرجوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا عن هذه السنن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصله وصله إلى بيت الله الحرام واعتمرا لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا والحج القارن هو أن تقرن العمرة مع الحج يعني تدخل بالعمرة وتبقى بإحرامك إلى أن تنطلق إلى حج بيت الله الحرام فدخل صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروى وصل خلف المقام وكذا ما إلى أن جاء يوم التروي وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فجلس ثم انطلق صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع إلى ميناء وخطب بالناس صلى الله عليه وسلم وجلس يكلمهم ويرشدهم ويعلمهم ما لهم وما عليهم وكان الناس يعني يرددون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين بالخلف حتى يسمعوا ماذا يريد صلواته ربي وسلامه عليه قال فصلى بمنى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة بنولا نصبولا خيمة صلواته ربي وسلامه عليه فسار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لأن قريش من قبل لا تخرج من الحرم ويسمون أنفسهم الحمس أي المتحمسون للدين ولا يدخلون عرفة أبدا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الدخول إلى عرفة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم تسمى بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي في موضع تحت قدمي موضوع في هذا الموضع ألا كل شيء من أمر الجاهلية ثم قال صلوات ربي وسلام عليه وهو يخطب بالناس ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضعه من دمائي من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحار وهذا يقرب له ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلام عليه وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل يعني هذه دماء يا أخوة كانت موجودة من قبل بين العرب فكانوا كل واحد فيهم يبغي يقتص من الآخر حتى يأخذ حقه من هذه الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الدماء التي كانت في الجاهلية موضوعة خلاص انتهت ولا نبغي شيء من دماء الجاهلية موضوعة ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع يعني صور الربا البيع بالربا كانت له صور وأنواع يعني عديدة بين الناس وكان من صور الربا التي يتعامل معه العباس بن عبد المطلب قال فإنه موضوع كله يقول النبي يعني متروق خلاص ما يجوز حرام تركوه بعدوا عنه أقلعوا عنه فاتقوا الله وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله يعني بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهونه لكم هذا الحريم لهم أنما يدخلون بيوتكم ولا شيء أحد أنتم ما تبغوه ولا تحبه ولا غيره فإن فعلنا ذلك فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني ضرب غير مؤذي وغير معلم وغير كذا إن لم يطيعوكم فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجة الوداع وقف صلوات ربي وهو يوصي الناس أن يسمعوا أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يقوموا بحقوقهم وغيرا حتى جاءت بعض الرواية النبي السلام تكلم كلام كثير بما يخص حقوق النساء وما لهم وما عليهم وقال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله كتاب الله ثم قال فما أنتم قائلون أنت شو بتقولون حين فقالوا نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السباب صلوات ربي وسلامه عليه يرفعها إلى السماء وينكتها عليهم إلى الناس يرفعها إلى السماء وينكتها على الناس يعني كيقول يا ربي اسمع هذول الناس يقولون فما أنتم قائلون عني فقالوا رضي الله عنهم الصحابة نشهد أنك قد بلغت ونصحت ووجهت وأرشد وفعلا نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذر الناس منه كما جاءت الأخبار وصحت النصوص في ذلك فالخير كل الخير قد أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه ثم أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حتى أن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية استبشر ضاحكا وفريحا أن خلاص هذا الدين كملا ولم ينقص فيه شيء إلا أن أبو بكر الصديق لما سمع هذه الآية بكى رضي الله عنه فاستغرب أبو بكر الصديق ما الذي يبكيك عمر استغرب ما الذي يبكي أبو بكر ليش تبكي رسول الله أنزلت له هذه الآية اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فيقول فيقول أبو بكر لا 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 هذا نعي من الله عز وجل للنبي محمد يعني هذا كأنه نذير أو مؤشر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيموت قريب وأن هذه بداية الأجل أجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر حين ارتفعت الضحى وهو على بغلة شهباء والناس بين قائم وقاعد ونبي الأمة رضي الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كما تكلم بالأمس قال أبو بكر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وقال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس هذا ذو الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير بغير اسمها قال أليست هذه البلدة يعني مكة قلنا بلى يا رسول الله فقال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس هذا يوم النحر يوم العيد أليس هذا يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ظلاه لن يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت يا رسول الله وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اليوم كل واحد فينا إذا سمع هذه الصورة يعني يفهمها من ظاهرها واضح إذا جاء نصر الله يعني انتشار هذا الدين والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك يا محمد سبح بحمد الله سبحانه وتعالى واستغفر إنه كان إنه كان توابا ثم سأل الناس يعني ماذا يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا عمر فسألوا يا عبد الله بن عباس حبر الأمة قالوا له ماذا يقصد الله عز وجل بهذه الآية فقالوا أن الله عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لربه ويتوب يسبحه فقال عبد الله بن عباس لا والله ليس ذاك الذي أراده الله إنما هذا إنما هذا إعلام بانقضاء أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب يعني خلاص انتهت المهمة لأنت قمت فيها يا محمد وانتشر دين الله في الجزيرة ولم يبقى بيت حجر ولا وبر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز وبقدرته سبحانه وتعالى وفعلا انتشر دين الله عز وجل ونحن نشهد أنك يا نبي الله قد بلغت دين الله سبحانه وتعالى ونصحت لهذه الأمة وأرشدت ووجهت وعلمت ونصحت وما من خير إلا دللتنا عليه حتى وما من شر إلا حذرتنا منه صلوات ربي وسلامه عليه ولما قضى صلوات ربي هذه المناسك مناسك الحج حثى الركب إلى المدينة وأمر الناس أن يتجهزوا إلى الرحيل ليستأنف صلوات ربي وسلامه عليه بقية حياته في المدينة عاد صلوات ربي وسلامه عليه وأخذ الناس مناسكهم وتعلموا السنن والأداب والمستحبات التي تفعل في الحج في السنة الحادية من الهجرة في هذه السنة توفي صلوات ربي وسلامه عليه لما أتم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وعمل إسلام الجزيرة كلها وبدأ ينتشر خارجها وبدأت طلائع توديع الحياة حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك في أمور منها هناك مؤشرات وهناك دلائل يعني تقول أن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنه سيموت من هذه الدلائل ومن هذه المؤشرات أنه صلوات ربي وسلامه عليه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوما بينما كان لا يعتكف أكثر عن عشر أيام في كل رمضان نبينا محمد صامى تسع رمضانات ما كان يعتكف فيها غير عشر أيام العشر الأخير يعتكف صلوات ربي وسلامه عليه في المسجد في المسجد لكن في السنة العاشرة من الهجرة وهي آخر الحادي عشر من الهجرة وهي آخر سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر رمضان أدركه اعتكف عشرين يوم ما كان يعتكف هكذا صلوات ربي وسلامه عليه وكان جبريل يدارسه القرآن ولكن في تلك السنة كان يدارسه القرآن مرتين حتى يبقى ويثبت حفظه في قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال في حجة الوداع لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لا أدري خذوا عني مناسككم عندما كان يرشد الناس يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وكل هذه دلائل ومؤشرات أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أحس أو حس بدنو الأجل واقتراب الموت ثم قال وأنزلت عليه صلوات ربي وسلامه عليه صورة النصر التي تلينها قبل قليل ونوعيت له أنه سيموت كما أخرج ذلك الإمام البخاري عن ابن عباس وغيره من الصحابة فأراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يعلم الناس أنه سيموت وأن الأجل قد اقترب من هذه المؤشرات التي قال أتى بها صلوات ربي وسلامه عليه وتكلم بها بين الناس اشتد مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يخفاكم أن نبي الله قد أكل سما في يوم خويبر سمته تلك المرأة اليهودية وقد أخذ منه شطرا من اللحم وأكله ثم جاءه جبريل وأمره أن يترك هذا اللحم وأن يخرج ما في فمه أخبره أن الطعام الذي بين يديك فيه سم سمته امرأة يهودية وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد مرارة هذا السم بين الفينة والأخرى ويجد ألم هذا السم بين الفينة والأخرى إلا أن الله عز وجل أخر أجله صلوات ربي وسلامه عليه حتى يبلغ دين الله عز وجل وأخبر النبي هذه المرأة اليهودية يعني لما جاء جبريل وأخبره أن الطعام فيه سم قال يا معشر يهود أني سائلكم فاصدقوني فقالوا نصدقك يا محمد قال أوضعتم لي سما في هذا الطعام قالوا نعم قالوا نعم وضعنا لك سما في هذا الطعام قال ولم فعلتم هذا حتى أنه صلوات ربي وسلامه عليه ما اقتص منهم وما فعل بهم شيء ذهب صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن ألم هذا السم كان يتردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى حتى في آخر حياته أخبر صلوات ربي وسلامه عليه قال إني لأجد أثر ذاك السم الذي أكلته في خيبر وإني أراه أنه قد دن أجلي منه حتى أن بعض أهل العلم يقولون أن النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه مات مقتولا أصلا بهذا السم ومات شهيدا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه اشتد المرض بنبينا محمد ولذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه وأحب الناس إلى الله الأنبياء فلذلك يشتد عليهم البلاء ليرفع جل وعلا من درجاتهم جاءت النصوص والأخبار أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل أشد الناس بلاء ما في أحد يبتلى مثل ما يبتلون الأنبياء حتى يرفع الله عز وجل درجتهم في الدنيا والآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بأشد أنواع البلاء من الأمراض والأسقام والأذى والطرد والمهاء والإهانة والضرب والجوع والتشريد يعني مرت عليه ظروف ما مرت لإنسان اليوم في حياتنا وهذه حقيقة الأحداث وهذه الأخبار ما تأتينا اليوم هكذا من فراغ تأتينا حتى نتعلم ونقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وسلم كيف أنه صبر وذاق المر وتعب في هذه الحياة وشق حتى فقط يعلو شعار ونداء لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا فعلا الذي وقع صلوات ربي وسلامه عليه أنه ذاق أشد أنواع البلاء والفتن مما لقاه من قومه وممن عاداه صلوات ربي وسلامه عليه ولكنه صبر واحتسب الأجر حتى ترفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى بدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند زوجته ميمونة بنت الحارة رضي الله عنها ولما ثقل جعل يسأل أين أنا غدا يعني وين بكون وين ليلتي بتكون بكرة النبي صلى الله عليه وسلم عنده حرين تسأل فكان يقول أنا وين بكون بكرة أنام وفهم زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة فهموا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة فانتقل صلوات ربي وسلامه إلى بيت عائشة أخذه العباس أبن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب يقودوه صلوات ربي ويحملوه من أكتافه يمشون به وهو يجر رجله الشريف صلوات ربي وسلامه عليه بالأرض من شدة الألم الذي أصابه ومن شدة الوجع الذي أصابه لا يستطيع أن يقف على رجله صلوات ربي وسلامه عليه ثم أخذوه وأدخلوه إلى بيت عائشة وجلس حتى يمرض هناك وجلسه في بيت عائشة أسبوعا وهو يقاسي أشد أنواع المرض والألم والتعب بسبب المرض الذي أصابه صلوات ربي وسلامه عليه فاصل يا أخوة أكرام ونعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقول أمنا عائشة كنت أقرأ المعوذات على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنفثوا عليه من نفسه وأمسحوا بيده على نفسه رجاء البركة وفي يوم الأربعاء قبل موته بخمسة أيام زادت عليه الحرارة صلوات ربي وسلامه عليه واشتد به الوجع وغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه فقال هريقوا علي سبع قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم وهنا هذا العدد لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصيب أفرغ علي سبع قرب أهل العلم يقولون العدد هنا مخصوص ما يأتي هكذا من فراغ لذلك جاءت نصوص أخرى بما يخص السبع يقول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر في البخاري الحديث قراءة الفاتحة على المصاب سبع تمرات وقال الحافظ بن حجر إسناده الصحيح عند النساء والرقية المشهورة يا أخوي الكرام أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجده أو حاذر كذلك سبع مرات وحديثه من قال عند مريض لم يحضره أجله أسر الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك سبع مرات شوفي من ذلك المرض ثم أضاف صلى الله عليه وسلم الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وغير ذلك ويأخوة يا كرام يعني الإنسان عليه أن يتعلم الرقية الصحيحة ما في داعي كل ما إنسان أصابه مرض أصابه شيء ألو يبول يمطوع ألو أدو الراقي ألو من أقوى راقي في ناس تتعنى وتسافر لخارج الدولة وتروح لبلدان أخرى بعيدة وتقطع وطير طيارات عساس يبحثون عن راقي هذه رقية النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة جدا ما في حاجة يا أخوة يا كرام الإنسان يتعلمها يقرأ الفاتحة سبع مرات يدعو بدعاء المريض اللهم رب الناس أشفي أن تشافي وتقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وتصبح بسبع تمرات من تمرات عجوة المدينة هذه كلها إن شاء الله يعني كفيلة أن الإنسان يا أخوة يا كرام يحافظ على سلامة نفسه من شرور السحر والأمراض والأسقام التي تصيب الناس اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هريقوا علي سبع قرب من أبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعود إليهم فأقعد في مخضب وصبوا إلي يعني جلس صلى الله عليه وسلم في طش كذا وهم يرشوا عليه الماء صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول لهم حسبكم حسبكم بأبي أنت وأمي يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته كان حريصا على أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة وأن يرسخ فيهم مبدأ التوحيد والبعد كل البعد عن عبادة الأضرحة والقبور والتوسل بالصالحين وغيرها لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه ألا لا تتخذوا قبري وثنان يعبدوا من دون الله ألا لا تتخذوا قبري وثنان يعبد قالت عائشة يحذروا مما صنعوا في رواية أخرى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذروا النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا فاليوم تجد للأسف أنت بعض البلدان يعني القبور قبور الأولياء والصالحين في المساجد وهم يطوفون حولها والله يدعوها من دون الله ويستغيثون بها من دون الله ويطلبون منها الولد والشفاء ويطلبون منها الغوث ويطلبون منها المرض ماذا تركوا لله سبحانه وتعالى والله تجد بعض المقاطع يعني الموجودة اليوم ذل ما بعدها ذل أمام الأضرحة والقبور يبكون وبكل الخضوع هذا رجل مقبور لا ينفع ولا يضر شيء لو كان يستطيع أن نفع نفسها اليوم هو تراب أي تراب عظم بالي منتهي أكلته الدود لا ينفع شيء لا أدري من الذي أصاب بعض الناس وبعض الطوائف اليوم التي تفعل مثل هذه الأفعال المنافية لدين الله عز وجل والمنافية لتوحيد الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين الصلاة لله والنسك هو الذبح الذبح لله كم من الناس اليوم تشيل هذه الذبايح وتضرب أميال أميال عشرات الأميال حتى تصل إلى قبر فلان من الأولياء أو من الصالحين وتذبح تحته وهذا نظر هذا شرك أكبر يا أخوة محرم في دين الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي النسك هو الذبح لمن؟ لله رب العالمين لا شريك لا لا تعبد غير الله العبادة لله والذل والخضوع والتوسل والاستغاثة وطلب العون من الرب سبحانه وتعالى تروح لمقبور تقول له يا سيدي فلان مدد يا زينب مدد يا فاطمة أعطيني يا البدوي أنقذني يا رسول الله انجدني ما يجوز حتى رسول الله ما يطلب منه المدد ولا يطلب منه الغوث هذا كله بيد الرب سبحانه وتعالى الله عز وجل بيده الخير وبيده النفع وبيده الضر وبيده خزائن السموات والأرض لكن تدعو إنسان في قبره ميت وتدعوه وتتوسل به من دون الله سبحانه وتعالى فهذا ما يجوز يا أخوة الكرام على الإنسان اليوم أن يراجع نفسه ويراجع عقيدته كثير من الناس اليوم تذبح للجن وتذبح للمشعوذين والسحرة ويتقربون إليهم بأنواع القرب التي لا تقدم إلا لله عز وجل وهم يقدموها للمقبورين حتى ينالوا ما يريدون من هذا من هذا الذي في القبر والله سمعتهم ورأيتهم بعيني يطلبون منهم الولد والشفاء يقف على ضريح ويطلب منه يا سيدي فلان أنا منذ الله ما رزقني ولد أبغيك ترزقني ولد أو شفيني من المرض اللي أنا فيه ماذا تركوا للرب سبحانه وتعالى إنسان يدعو الله إياك نعبد وإياك نستعين إياك يا رب نعبد وإياك نستعين ما نطلب غيرك ما نطلب من مقبور أو من ولي أو من غير أو من كذا إنسان يبدل الأسباب فيه شفاء فيه رزق فيه وظيف فيه حياته فيه شفاء لكن ما يروح للمقبورين هؤلاء أسباب المستشفيات الأطباء المطوع غيره هذو الأسباب فقط لكن بيد من الشفاء بيد من النفع والضر بيد الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته كان يخير بين الموت والحياة يقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا أن الأمر قد أزف قد اقترب خلاص حان وقت رحيل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده أي ما عند الله سبحانه وتعالى قال أبو سعيد فبكى أبو بكر الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال أبو سعيد فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يقصدون أبو بكر الصديق يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا ومتاعها وبين أن يلقى الله سبحانه وتعالى فاختار ما عند الله ويبكي هذا الشيخ ما الذي يبكيه أبو بكر رضي الله عنه يفطن ويعرف مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ثم قال أبو سعيد فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المخير أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره الله عز وجل بين أن يعيش في هذه الدنيا وبين أن يلقى الله سبحانه وتعالى لذلك بكى النبي بكى أبو بكر الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله الأنبياء يا أخوة الكرام لهم خصوصيات الأنبياء لا يموت كما نموت هم بشر لكن النبي قبل أن يموت يخير تريد أن تموت وتريد أن تبقى بعدك في هذه الحياة تريد أن تموت وإلا تريد أن تبقى في هذه الحياة لذلك الأنبياء أجسامهم لا تبلى والسلام على الأنبياء يصل إليهم حتى في قبورهم وأجسامهم دودة الأرض قد حرمت لا تأكلوا أجسامهم هناك أمور قد ذكرها أهل العلم أنها خاصة بالأنبياء صلواته ربي وسلامه عليه ثم قال صلواته ربي وسلامه عليه إن أمن الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا يقول لو لأني اتخذت خليل صاحب وحبيب وقريب غير الله سبحانه وتعالى لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت أبواب الصحابة تطل على المسجد من أيها شاءوا دخلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن هذه البيوت ومن هذه الأبواب باب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال كل الأبواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأبواب تغلق من اليوم إلا باب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهذا إن دل دل على فضيلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنه هو الذي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأنه هو المقرب وهو الحبيب وهو القريب إلى قلبه صلوات ربي وسلامه عليه وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربعة أيام قال هلم أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا فقال عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع عندكم كتاب الله حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر ما في داعي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلال ما من شيء إلا دلنا عليه وهذا الدين قد اكتمل لما كثر اللغط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه قوموا عني أخرجوا عني غضب صلوات ربي وسلامه عليه وهنا بعض أهل العلم يقولون لماذا عمر منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما أراده صلوات ربي وسلامه عليه لأن عمر أشفق على حال النبي صلى الله عليه وسلم حال مرضه وتعبه لأنه كان يعاني فهو على فراش الموت صلوات ربي وسلامه عليه وكان يقول خلاص هذا الدين اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر قبل ذلك والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه وعمر رضي الله عنه يعلم أن الدين قد كمل وأن الأمر قد تم فأراد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وسلامه عليه أما بعض أصحاب الأفكار الهدامة والطوائف الغير سوية كانوا يرون أن عمر بن الخطاب هو الذي حال بينه وبين ما يريد النبي صلى الله عليه وسلامه عليه وما يريد أن يكتبه لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ يشتد فيه المرض وبدأ يقترب أجله صلوات ربي وسلامه عليه لذلك قبل وفاته بيومين وقعت حادثة عائشة رضي الله عنها تقول فقل بنبي صلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع فقال أصلى الناس كان ينادي أصلى الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني غرفته وهذا كله مسجد صلى الله عليه وسلامه عليه كان يستطيع أن يفتح الشباك فقط ينظر إلى غرفته شوف إلى المسجد من في المسجد فكان ينادي أصلى الناس أصلى الناس فقلنا له لا يا رسول الله هم ينتظرونك يا رسول الله يعني ينتظرون تخرج لهم حتى أنت تصلي فيهم إمام فقال صبوا ماء في المخضب ففعلنا قال فصبوا فاغتسل ثم ذهب لينوئ يعني ليقوم فأغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه ثم أفاق وقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال صبوا علي ماء في المخضب فصبوا عليه ماء فغسلناه ثم ذهب ليقوم فأغمي عليه من جديد ثم أفاق قال أصلى الناس فعاد الكرة من جديد أغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه قلت والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لصلاة العشاء فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس فآ كان أبو بكر رجلا رقيقا فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام فصلى بهم تلك الأيام يعني أبو بكر رجل رقيق يعني يبكي أسيفا يبكي على يقرأ شيء من القرآن يبكي مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه وفي مرضه صلوات الله وسلامه عليه أنفق ما بقي عنده من مهل كما روى ذلك المطالب بن عبد الله بن حنطب قال أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته على صدرها حاط راسة على صدرها رضي الله عنها وأرضاها ما فعلت تلك ما فعلت تلك الذهب الذهب هذا البسيط الذي عنده تشاشى يا عائشة وين وديتي قالت هي عندي يا رسول الله قال أنفقيها ثم غوشي عليه وهو على صدرها ثم أفاق قال أأنفقت تلك الذهب يا عائشة قالت لا يا رسول الله لم أنفقها بعد قال فدعاها فدعا بها فوضعها في كفها في كفي فجلس يعدها فإذا هي ستة دنانير من الذهب فقال ما ظن ما ظن محمد بربه أن لو لقي الله وعنده هذه لم ينفقها ومات صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك اليوم نفسه حتى ما أبقى معه درها من ولا حاجة بل أنه صلوات ربي وسلامه عليه مات ودرعه مرهونة عند يهودية الدرع مرهونة عند يهودية كان فقيرا صلوات ربي وسلامه عليه لم يموت وهو ممن ادخر وهذه الأموال وهذه الكنوز الهائلة وغيرها وهذه حقيقة رسالة لمن أنعم الله عز وجل لهم اليوم بالمال إياك أن تموت وتترك هذه الأموال ولم تقدم شيء فيها لله عز وجل العاقل من يعمل لما بعد الموت الذي أنعم الله عز وجل عليه بالمال بالنفقات بالصدقات بالعطاء بالأموال بالعقار بالتجارة بالمزارع بغيرها ينفق ويعطي يبني المساجد يتصدق على الفقراء يساعد المحتاجين يعالج المريض يقف مع المكلوم يسعف المكلوم وهكذا هذا صنيع الإنسان العاقل المال هذا غدا أنت تموت يأخذه ورثتك تقاسموه لكن العاقل من يعمر هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويلقى الله عز وجل وعنده من الخيرات والحسنات الكثيرة من وين من هذه الأموال التي أنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى دور المحتاجين اليوم الجمعيات الخيرية اليتامة والله لا تعد ولا تحصى تستطيع أنت اليوم تراجع بس أقرب جمعية خيرية شوف الملفات المتراكمة لليتامة والفقراء والمساكين والمحتاجين كلهم يحتاجون والبعض مننا نحن يلهذ خلف هذه الدنيا ويكنز هذه الأموال وكأنه سيخلد في هذه الحياة ولن يموت أبدا يا أخي إنك ميت وإنهم ميتون كلنا سنموت ما في حد سيبقى في هذه الحياة والإنسان العاقل يا أخوه يدخر لما بعد الموت يعمل لآخرته يحفر بير يبني له مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ابني مسجد يا أخي الله يبني لك بيت في الجنة كثير من الناس اللي حولنا أموال الأموال ملايين عندهم شو قدم حفرت بير البير قيمته ثلاثة آلاف درهم أنتو ثلاث أخوة اليوم في بيت تسمعوني ثلاث أخوة ثلاث آلاف درهم كل واحد فيكم يطلح ألف تبني بير منطقة شعبية في هذه الدول الفقيرة تأكل وتشرب منها بير يغسلون ثيابهم يطبخون الطعام يشربون يسقون دوابهم يسقون زراعتهم من هذا البير لقيمته ثلاثة آلاف درهم نحن نظلم أنفسنا يا أخوة الكرام يوم يكون عندنا هذا الخيار الكثير ولكن نعرض تماما عن القيام فيما يرضي الله سبحانه وتعالى اليوم الأخير لحياة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي حدث ومن الذي صار فاصل يا أخوة الكرام ونخبركم بما حدث للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا اليوم الأخير للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنس بن مالك يحكي لنا يقول إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقوم يصلي معهم ثم تبسم فرحا بهم صلوات ربي وسلامه عليه فنقص أبو بكر على عقبيه ليصفه ليصل الصفوف يعني رجع أبو بكر ظنّا منه أن النبي محمد سيخرج الآن وسيقف هو وإماما ليصلي بالناس ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا ويتركوا الصلاة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجلس معه فرحا أنه عاد لوعيه أو تشاف صلوات ربي وسلامه عليه من جديد ثم دخل الحجرة وأرخص ستر صلوات ربي وسلامه عليه والحديث في البخاري لما ارتفع الضحى من يوم الاثنين دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ترضي الله عنها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء ثم ضحكت قالت عائشة فسألتها عن ذلك فيما بعد فقالت فاطمة سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني أني أول أهله يتبعه فضحكت يعني أول من سيموت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهله هي فاطمة وفعلا ماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تبعت مباشرة رضي الله عنك يا أم الحسن حتى أن عائشة رضي الله عنه في بعض الروايات قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلالا بالنبي صلى الله عليه وعلى عاله وسلم من فاطمة بقيامها وقعودها وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى عاله وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك فلما مرض صلوات ربي وسلامه عليه دخلت عليه فأكبت عليه تقبله ثم بكت فاطمة و ضحكت لما سارها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت لها عائشة أخبريني ماذا أخبرك النبي فقالت رضي الله عنها ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما توفي صلوات ربي وسلم عليه سألت عائشة فقالت فاطمة أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني هذه السنة يعني راجعني القرآن هذه السنة مرتين ولا أرى إلا حضر أجلي أي أنه أجلي قد اقترب وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي قالت فاطمة فبكيت فقال أما ترضينا أن تكوني سيدة نساء أهلي الجنة رضي الله عنك قالت فاطمة فضحكت ولما رأت فاطمة الكرب الشديد على النبي صلوات ربي وسلام عليه بكت وقالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه وقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم ثم اشتد الوجع يعني خلاص ما في كرب أنا الآن هذا آخر كرب لي بعد اليوم ما في أنا سأموت سأنتهي ثم اشتد الوجع بالنبي صلوات ربي وسلام عليه وظهر أثر السم الذي أكله في خيبر في أول السنة السابعة من الهجرة حتى كان يقول لعائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر وأوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وكان هذا من آخر ما نادى به صلوات ربي وسلامه عليه وهو ذا اندل دل على عظم شأن الصلاة والموفق العاقل يا أخوة الكرام الذي يحافظ على هذه الصلوات في وقتها حين ينادى بها لا يؤخرها ولا يتركها ولا يتغيب عنها ولا ينام عنها والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة والموفق العاقل فينا من لا يتركها أبدا مهما تكالبت عليه الذنوب والسيئات الصلاة هي عمود الدين الصلاة هي صلة بين العبد وربه وبدأ الاحتضار بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسندته عائشة رضي الله عنها على صدرها إن من تقول إن من نعم الله علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وهو على صدري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته قالت عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر أخوها أخوها عبد الرحمن عائشة قال وبيده سواك يستاك وأنا مسندته على صدري بين السحري والنحر فرأيته ينظر إليه وسواكه ينظر إلى السواك الذي بيد عبد الرحمن وعرفت أنه يحب السواك قالت أخذه لك فأشار بنأسه صلوات ربي وسلامه أي نعم قالت فتناولته فلينته وقضمته وطيبته وعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستنى بالسواك كأحسن ما كان مستنى صلوات ربي وسلامه عليه وهو يمسح وجهه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرت وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع إصبعه وشخص بصره نحو السماء وتحركت شفتاه فأصغيت إليه فإذا هو يقول مع الذين أنعمت عليهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى أي أنه كان يخير قالت عائشة جلس يكررها ثلاث مرات حتى ظننت أنه يخير بين الحياة وبين أن يلقى الله سبحانه وتعالى ولكنه كان يشير ويقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى وقالت عائشة فقبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه بين سحري ونحري فرما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منه صلوة ربي وسلامه علي وهذا كان يوم الأثنين في الثاني عشر من ربيع الأول في الضحى في إحدى عشر من مهاجرة صلوة ربي وسلامه عليك وكانت قد تمت له ثلاثة وستون سنة صلوة ربي وسلامه عليك وفي اليوم الثلاثة غسلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يجردوه من الثياب فالأنبياء لا يجردون من الثياب ويدفنون حيث يموتون فقام العباس والفضل وقثم يقلبون النبي صلوات ربي وسلامه عليه ويغسلوه ويصبون عليه الماء ثم كفنوه وجلس الناس ويدخلون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلمون عليه ويصلون عليه صلوات ربي وسلامه عليه وأظلمت المدينة قال أنسون رضي الله عنه صلوات ربي وسلامه عليك يقول ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وما أظلمت المدينة كيوم مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضت روحه حتى وقعت الفتنة وهناك من لم يصدق وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج أوبكر الصديق وهو ينادي بالناس وهو يقول أن محمدا قد مات فدخل حجرة عائشة رضي الله عنها وانكب عليه وقبله بين عينيه وهو يقول طيب تحيا وميتا يا رسول الله طيب تحيا وميتا يا رسول الله فخرج عمر قد رفع سيفه وهو يقول من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه وكانوا لا يصدقون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم خرج أبو بكر الصديق وجماع الناس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كفن في بيته وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبهيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم قال مقولته الشهيرة رضي الله عنه وأرضاه قال من كان يعبد الله من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من كان يعبد الله فإن الله لا يموت ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرته وبقي هناك ثم بدأ الناس يصلون ويسلمون على أهل بيته ويعزهم على وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات صلوات ربي وسلامه عليه ولكن لم تموت سنته ولم يموت هديه وبقيت سيرته خالدة أبد الآبدين إلى أن يشاء الله عز وجل ويريث الأرض ومن عليها فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومحبة النبي وحقيقتها لا تكمن فقط بالدعاوة فإن الدعاوة إن لم تقم عليها بينات فإن أصحابها أدعياءه لكن المحبة الحقيقية هي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والاهتداء بسنته أما الدعاوة فقط أنهم يحبون النبي ولا يتبعون سنته ولا يقتفون أثره فهذه دعوة باطلة فصلوات ربي وسلامه عليك طب تحيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ونصى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعن أبيه في جناته جنات النعيم وأن يرزقنا أن نشرب من حوضه الكريم الشريف صلوات ربي وأن نشرب من يده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه وأن يجمعن أبيه في جناته جنات النعيم صلوات ربي وسلامه عليك يا نبي الله ورضي الله عنكم يا أصحاب محمد قد أديتم وبلغتم ونصحتم رضي الله عنكم وجمعنا بكم في جناته جنات النعيم إلى هذا في هذا اللقاء نقول كد ختمنا الحديث حول سيرة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه نلقاكم بإذن الله عز وجل في القريب العاجل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة